الجزء الأخير من كلمة رئيس الجمهورية في الجزائر كان بيتكلم فيه عن المية أو جزء قبل أخير تحديد مصر عملت إيه في مسألة تطوير منظومة الري الحقلي في مصر إزاي ده أثر على الانتجية بتاعتنا إيجاباً إزاي أثر على الزراع إزاي أثر على استصلاح الأراضي إزاي أثر كمان على الفلاح حتى بشكل مباشر والمزارع بشكل مباشر خلونا ناخد معانا داخل الستوديو ينورنا ويشرفنا دكتور حسن علي شمس الدين مدير وحدة مشروعات تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة والستصلاح الأراضي منورنا يا دكتور أهلا وصلا إزاي الصح الحمد لله يعني إيه الرأي الحقلي الأول يا دكتور هو الرأي الحقلي حضرك المقصود بيه الأول المزارع ما بيرفع المية داخل أرضه بنقول عليه رأي حقلي جميل ما قبل رفع المزارع للمية داخل أرضه ده بيبقى الري بوجه عاني مش اللي هو ابتداء من النيل أو سواء عبار أو أي مصادر رأي أخرى مصادر مية عزمة أول ما تخش أرض المزارع بنقول عليه رأي حقلي طيب مصادر رأي حقلي